فسيفساء تاريخية أحياؤها محكمة التنسيق والزخرفة شوارعها ملأة بالأروقة أكسبت المكان جمالاً خاصاً بهندسة معمارية رومانية أصيلة بتفاصيلها الفنية الرائعة تلكم مدينة جميلة أو كويكولب الرومانية الواقعة بمدينة سطيف شرقي العاصمة الجزائر لا تزال بعد مئات سنين من تشييدها شهدة على فترة حكم أسرة الأنطنان الرومانية لذلك تم تصنيفها في قائمة مواقع التراث العالمية من قبل اليونسكو العام 1982 تفاصيل المدينة المتربعة على مساحة 42 هكتاراً تعكس نمط الحياة التي عاشها الرومان وتنقسم إلى ثلاثة مناطق أولها المدينة القديمة وتضم مبنى لكوري والكابيتول وسوق كوزينيوز والكنيسة القضائية ومعبد فينيوس وبعض المنازل أما المدينة الجديدة فبها عدد من الأسوار والحمامات إضافة إلى مصرح وأهم معالمها قوس كاركالا والنافورة أما ثالثها فالحي المسيحي ويحوي كنيستان ومنازل سكنها رجال الدين فضلاً عن متحف حديث يضم العديد من القطع الأثرية التي وجدت في الموقع على شكل جداريات من الفسيفساء بين التلال الفسيحة لا تزال جميلة مدينة شاهدة على روعة الفن المعماري الرومني ودقة تنسيقه هذه جميلة إحدى أبلغ مدن نوميديا دلالة على تاريخ الجزائر ترجمة نانسي قنقر